السيم حمد ولل كولونيل حمد بوكرة قائد الناحية العسكرية الرابعة لليوم ما زال لغز الجدد تاعمت حلش في خمسة مائة الف وتسعمية وتسع وخمسين صرات معركة بين كتيبة يقودها الكولونيل والقوات الفرنسية في منطقة ولاد بو عشرة شويه لمدية في خلاصة المعركة وجه المجاهدين يحوسوا على خوتهم القوكة من جدد الجنود ليستشهدوا غير جدد السيم حمد وبدأت تخرج الحكايات على وين راحت الجدد بين اللي شك أنه ماماتش وفرنسا أسراته وعدباته وخبت هادشي كما خبت بساف من جرائمها وبين اللي يقول بللي راح ضحية صراعها الداخلية بسبب المواقف الديمقراطية التاعه أحمد بوكرة من مواليد عام 1927 في خميس مليانة بدان يدارهم اللي كان صغير في الكشافة الإسلامية من بعد انخرط في حزب الشعب ودخل للحبس بعد ما شارك في مدهرة 8 مايه 1945 بعد ما خرج من الحبس كمل نشاطه السياسي وحد العسكري في صفوف المنظمة الخاصة لواس الجنح العسكري لحركة انتصال الحريات والديمقراطية من أول رصاصة في التورا أحمد بوكرة كان حاضر كلف باتصالات بين العاصمة موحيطها كما شارك في بزاف معارك واشتباكات وبفضل شجعته وإنسانيته اللي على أساسها كان يعامل لعبات كامل كيف كيف ترقى لرتبة رائد أهد اللي خلاه يشارك في مؤتمر الصومان في أوت 1956 ويكون عنده مواقف وطنية وتورية تبتة وقوية كما بزاف أبطال جزاريين منهم عميروش وسيل حواس في 1958 رجع كولونيل وتسلم قيادة الولاية الرابعة حتى استشهد في العام اللي بعده مؤسسة الذاكرة للولاية التاريخية الرابعة بقيادة العاقيد سيح حسن طلبت من فرنسا باش ترجع جثبان الشهيد وقت جاك الشيغاك مبصح مجاها احتارت ممكن يخبيه الجثة مبصح أمرهم ما رح يقدروا يخبيه البطولات والتضحيات لدارها السيم حمد على جل بلاده ربي يرحم الشهادة ومن حكال الزمان بفضل هذه الشهادة احنا ننعمه اليوم بسعادة الله يرحمهم وينعمهم في كل رقدة